ضريبة الشقق الفارغة بأغلبية دستورية طبعا الموضوع ده كان فيه دقاش حاد في البرلمان وحتى لما أعلانوا عنه يعني فيه اعترض حزب الحرية اعترض حزب الجدد ان هم قالوا انه ده عملية سطو على الملكية الخاصة يعني انا عندي شقة اقفلها ليه انتوا ترفعوا الضريبة عليها نعم يعني هذا الموضوع هم ارتقوا فيه حتى يحاولوا يلاقوا علاج ما لمشكلة ارتفاع اسعار الشقق بالناحية الايجارات طبعا لا وزيادة العداء برضو لان انت عندك فيه زيادة عددية وفي القضاء على الاخضر في النمسا لان كل شوية عملية توسعه في البناء جديد بالضبط طب فيه عندنا مساكن مغلقة واللي عنده بناء اه خليت فعله ضريبة وين مشكلة يعني اللي عنده بناء حقه ميتة وميتين او يقروا وثلاثمئة الفير يا اما يقوم بتأجيره يا اما يقوم باستثماره باي شكل واللي عنده يعني هي اصلا الضريبة حتى هي الضريبة رمزية فعليا ليست هالضريبة المرتفعة ولكن الشخص اللي عنده هذا العقار بقول لك لا انا بقوم بتأجير هذا العقار وبرتاح من هم اني ادفع عليه فهذا بالتالي اعتقد هذا على المدى البعي يعني المدى المتوسط عفوا من خلال سنة الى سنتين سيساهم بشكل او باخر بتراجع اسعار الايجارات تراجع اسعار الايجارات وايضا وفرة بالشقق فبالتالي هذا الشيء حتما سينعكس على المواطن ايجابا وطبعا لما يزيد المعروض بتقل التكلفة بالتالي هذا قرار صائب وقرار بمكانه وقرار صحيح جدا ومستدام ويساهم بالتنمية الحقيقية خد بالك ان القرار ده يستخدم في الدعاء الانتخابية القادمة من حزب الحرية وحزب جودد ان ده موضوع من الصدق على الملكية الخاصة يستخدم يا سيدي الكريم يستخدم احنا بهمنا المواطن هو لا يستفيد بصراحة اشتركوا في القناة